أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة ووفق ما أعلن البيت الأبيض قال بايدن إنه ناقش مع نتنياهو حل الدولتين ووجد أنه لا يعارضه وردا على سؤال حول ما إذا كان حل الدولتين مستحيلا بوجود نتنياهو أوضح الرئيس الأمريكي أن الأمر ممكن وعقب المكالمة جدد البيت الأبيض التذكير بأن الرئيس بايدن لا يزال يؤمن بأهمية وإمكانية حل الدولتين The president still believes in the promise and the possibility of a two-state solution He recognizes that's going to take a lot of hard work It's going to take a lot of leadership there in the region particularly on both sides of the issue and the United States stands firmly committed to eventually seeing that outcome وقالت شبكة CNN الأمريكية أن المكالمة التي أجرها الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي تضمنت الحديث عن سمات دولة الفلسطينية المستقلة ووصف المتحدث أو المحادثات بأنها أو بين الطرفين بالمفصلة والجادة كما قالت شبكة أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا في الأونة الأخيرة مسألة قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل وهي فكرة يجدها بايدن مثيرة للاهتمام قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أحد الأسباب التي دفعت حركة حماس إلى تنفيذ هجومها في السابع من أكتوبر الفائت هو قرب التوصل إلى اتفاق لتضمير العلاقات بين السعودية وإسرائيل وقع عشرة المشرعين من الحزب ديمقراطي رسالة يحثون فيها الإدارة الأمريكية على تأكيد معارضة الولايات المتحدة التهجير القسري والدائم للفلسطينيين من غزة بشدة الرسالة الموجهة لوزير الخارجية يونتوني بلينكين تضمنت طلب توضيحات بشأن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة الأمريكية والأسيما المتعلق بتلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفرين إلى البلدان المجاورة